بسم الله الرحمن الرحيم يصر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنهم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنعيش اليوم مع حلقة من حلقات جهاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرهم وثباتهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى وتلك الحلقة من حقات جهاد ذلك الجيل الأول لم تأخذ حظها من باسة رغم أنها هيت بمكان ولم يكن من الدروس والعبر منها تلك الحلقة هي مرحلة الهرة إلى الحرشة وكانت هذه قبل الهجرة إلى المدينة ولكن لما كانت الهجرة إلى المدينة هي الهجرة التي أقام الله عز وجل بها دولة الإسلام والتي نصبت بعد ذلك يثرب بعدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميت بمدينته المنورة صارت تلك الهجرة إلى المدينة النبوية المنورة أذكر في الناس من الهجرة إلى الحبشة وإن كان الذين هاجروا إلى الحبشة قد تحملوا ما لم يتحمله غيرهم ويكفي أنهم منهم من هاجر مرة ومنهم من هاجر مرتين وفي كلت المرتين لم يكن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا وحدهم في تلك البلاد البعيدة يفرون بديلهم ويحفظون دينهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفراً من أصلي أن يهاجروا إلى الحبشة وقال لهم فإن فيها يكون عادل لهم أحاعدوا وهذا يقصوا الدرس الأعظم من هذا دون الرماء أنه عن سمين أن يثبتوا على دينهم وأن لا يقدموا أي شيء من تازل ولا أي شيء من التراجع نعم يطلب المذن العافية ولا يطلب البلاء ويشرع له أن يفعل الأذى وأن يتجنب الأذى ولكنه أبداً لا يداهل في دين الزارك وتعالى ولا يغير شيئاً مما أنزله الله سبحانه وتعالى واليوم أن الدين الله وهو ناصره ولكن الابتلاء يقع بكي يمحص الله عز وجل من أس ثم يحاسبوا على قمر أعمالهم ممن آمن وصدر أو ممن انحرف عن شرع الله تبارك وتعالى أو من صد عن دين الله عز وجل وهاجر من هجر إلى الحبشة وبقوا فيها ذمناً يسيراً حتى أسم عمر رضي الله عنه وكان قبل بيسير بل ربنا قبل الابرة الأولى إلى الحبشة قد أسلم حزة رضي الله عنه فأعز الله عز وجل دينه يذين الأسدين والسجاعين فكان من جراء ذلك أن اجترع المسلمون أن يصلوا في الكعبة وما كانوا يجترعون على ذلك قبل إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وبلغ ذلك المهاجرين في الحبشة أنه رعيداً عن دياره يحل إليها دائماً الديار التي ولد فيها والتي فيها أهله وفيها ماله إلى ذلك فكيف إذا كانت هذه الديار لا أحب له إلى الله وكيف إذا كانت هذه الديار هي الرقعة المقدسة الأولى على وجه الأرض ولذا فأول ما سمع المهاجرون لأن الله عز وجل قد أعز دينه سرعوا بالرجوع وإذا أنا الكفار قرعان ما سعبوا الأمر وعادوا إلى تنبيل بالمهاجرين وقد ذكر بعض أهل السير بساب رجوع المسلمين من نجرة الحبشة الأولى سبباً داخلاً ذلك أنه بعض المغرمين الأخبار التي ترحى من الخطام ولم أن الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المشركين القرآن فقرأ فيما قرأ فرأيتم الناة والعزة فحلئذ أدخل الشيطان وفق هذه الرواية المكذوبة على مسامع المشركين بصوت مقارب صوت النبي صلى الله عليه وسلم وإنهن للغراميق العلا وإن شفاعتهن لا ترتاج فحينئذ فرح المشركون بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على آلهتهم وحتى جاء جبريل عليه السلام فنباه إلى ذلك فعاد إلى عدوته ويقص طروة بلا سند كما ذكرنا ويكفي هذا في ردها فرضاً على أنك متى حللتها وجدت أنها متناقضة غاية التناقض في كل جزء جزئياتها فأولاً فإنه لم يؤهد عند العرب أن تثني على الشيء بأن تشبهه بالغرلوق وهو طائر لا يكاد يعرف عند العرب ولا يذكر في أشعاره ثم إن صياق الآيات التي الدعي أنه قد بس فيها هذه العبارة كانت في نساق الذن ولا يعقل أن عقلاء العرب سوف يسمعون كلاماً متراقداً يكون يدأ بالذن وينتهي بالمتح ثم يؤمنون بي ثم يسلمون ثم يستمر الأمر إلى أن يبلغ الحبشة ثم يعود المهاجرون ثم ينزل جبريل عليه السلام بعد هذه المدة لكي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق ومن ثم فيقصة لا تثبت سمداً ولا تستقيل في ميزان العقل وقد استثمر أعداء دين الله تبارك وتعالى الطائمون في دينه والطائمون في كتابه مثل هذه القصص الواهية ليقولوا أن القرآن قد تعرض لنا العقل والكتب السابقة من التحريف والتبديل وعن هذه القصة باطلة لا تثبت فإن أفردنا الجبري أنها باتت فإن فيها لا يرد عليهم وهذا من بارك الله فإن أعرف أن الوحيق باء بتصحيحه وردينه فعن القصة لا تثبت كما ذكرنا فنحفظها للمبشرين ولمنصرين فيها على أين فقد عاد المهاجرون من هجرة الحدشة الأولى لسبب ما الأظهر أنه إسلام عمر رضي الله عنه ومحتف به من عزة للمسلمين ومن تمكن لهم في دين الله تبارك وتعالى بيد أن قريشا قد صعدت من هجومها وإيذائها في مرة ثانية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعودوا إلى الحدشة مرة ثانية وكانوا في هذه المرة أكثر من المرة الأولى ومن ثم اهتمت قريش لأمره الجدة وذلك لأن دعاة الباطل عادة لا يخافون من أن يسمع أحد لدعاة الحق وقد كانت قريش تمارس نوعا من الحج على أي أحد يريد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه فإذا خرجوا من تحت سيطرتهم وذهبوا إلى أرض الأخرى لسيما بذلك العدد الذي ذهبوا به في هذه المرة فإنه ربما انتشرت دعوته ولأن أعداء الحق هم أول من يعرف أن هذا هو الحق ولكن لهم يعادونه لأنه يضر بمصالعهم وبملكهم أو غير ذلك مما يخافون عليه من شؤون الدنيا ولذلك أرسلوا في طلبهم رجلين من خيرة رجالهم أرسلوا في طلبهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رضي الله عنه وسبحان الله فإن هذه المهمة التي أرسل فيها عمر وبالله عنه كانت سببا في إسلامي بعد ذلك بقريقة غير مباشرة وهذا ما يجب أن نتوقف عنده كثيرا فإن النصر من عند الله فبارك وتعالى الدين دين وهو نصره فعلى المسلمين في كل وقت أن يأخذوا بأسباب تنسك دينهم وأن يأخذوا بما يتاح لهم من الأسراب المادية بدا أنه عندما يتأملون ما يجب في الكون من تكبير الله عز وجل من جراء تنسك بدينهم فإنهم يعجبون أشد العشب وكيف ربما يكون ساعي المعانجين لديد الله تبارك وتعالى هو الذي يؤدي إلى نصرة دين الله وشد كانت هذه المهمة أرسل فيها عمر رضي الله عنه سبب في إسلام النجاشي ثم كان النجاشي سبب في إسلام عمر رضي الله عنه ثم كان عمر رضي الله عنه سبب في إسلام أهل مصر بل في إسلام شمال ووسط إفريقيا بأسرها وفي فتح الأندلس وإقامة أعظم حضارات المسلمين في بلاد أوروبا جاء الرجلان ومعهما الخطة المعروفة لا يختلف وسائل القديمة عن حديثة التي تصل إلى النجاشي وإلى جميع أهل مشهورته هذه الخطوة الأولى ثم أنه ينبغي أن ترسل الهدايا إلى أهل مشهورات قبله حتى إذا جاء يستشير وجد الإجماع على أنه ينبغي أن يرد هؤلاء المهاجرين إليه ثم الهدايا إليه بعد ذلك ومحاولت أن يفتفار على هؤلاء فقد طبق الرجلان الخطة بحذافه لها فبدأوا بالبطارقة فأرسلوا إليهم هداياهم ثم استعدوهم على هؤلاء المهاجرين وقالوا لهم إن من قومنا غلمانا وعمر رضي الله عنه أنذاك ليس بالراجل الكبير السيد وهو أنذاك شاب في سن بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قائد هؤلاء المهاجرين في أرض الحرس قد أسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المهاجرين فأمر عليهم في نجرة الأولى عثمان ابن عثام رضي الله عنه زوج ابنته ومعه ابنته رقية رضي الله عنه وأرسل وأمر عليهم في المرء الثاني ابن عم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا لأنه يقدم في المخاطر من كان أقرب إليه حتى لا يظن أنه يضحي بعامة المسلمين ويدخر قرابته وذلك لأن عثمان رضي الله عنه وجعفر رضي الله عنه من الصادقين الأولين إلى دين الله الذين يحصلون الدفاع عن هذا الدين ويجدون عرض قضاياه ومع هذا سمناهم عمر رضي الله عنه غلمان وهذه طريقة المعاندين للحق دائما يؤرضون عن مناقشة الحق إلى إلساق بعض التهم بمن يقوم به قالوا إنه قد سبع قد سبع من عندنا غلمان سفهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك كان هذا كلامهم للبطارقة أولا ثم كررواه ثانية على النجاشي فقالوا لهم إن من قومنا غلمان سفهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينكم وإن شرفاء قومهم قد أرسلون في طلبهم وإن سنكلم الملك فيهم فإذا سألناه أن يعطيهم إلينا أو أن يدفعهم إلينا فأشيروا عليه بذلك قالوا نعم نفعل ثم دخلوا على النجاشي بهداياه بعد أن أعطوا البطارقة هداياهم وبعد أن رتبوا معهم الأمر وكرروا عليه ما قالوا لهم وكان رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد كما قال صلى الله عليه وسلم يمكن أن يدخل المسلم في جوار الكافر العادر ولكنه لا ينبغي ولا يجوز أن يكون هذا على حساب التراجع أو المساومة أو المداهنة على شيء من دين الله تبارك وتعالى وكان النجاشي آنذاك رجل كافر عادل وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الأمر سبب في إسلامه فكان من عجله أنه رفد أن يدفع إليه المهاجرين حتى يسمع عليه جلس فلما أرسل إليه النجاشي جلس يتشاورون ماذا سيقولون فقالوا فقال لهم جعفر والله ما نقول إلا الذي علمنا والذي أنزل الله إلينا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكون هذه القضية الثبات على دين الله تبارك وتعالى مع أنهم فروا من بلادهم إلى تلك البلاد على أمل أن يتخلصوا عن شيء من الظلم وهم الآن معرضون أن يعودوا إلى ظلم أشد وإلى تنكيل أشد ولكن قالوا الله ما نقول إلا ما علمنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكن فلما دخلوا على النجاشي فسألهم قال ما هذا الدين الذي خرجتم به من دين أبائكم ثم لم تدخلوا في دين ولا في دين أحد من الأمم قال جعفر رضي الله عنه أيها الملك إن كنا في جاهلية وشر نعبد الأوثان ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الرحم يأكل القوي مننا الضعيف انظر هكذا ينبغي أن يكون من يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى يدرك الجاهلية بعورها ولكل صور من صور الجاهلية عور والجاهلية المعاصرة أشد عورا من الجاهلية القديمة هذا عبادة غير الله تملأ السهل والوادي في جميع بلاد الدنيا سوى بلاد المسلمين بل يوجد الكثير منها في بلاد المسلمين الفواحش وضياع الأخلاق وضياع معاني المروع إلى غير ذلك يوجد في زماننا منه أضعاف ما يحكيه جعفر رضي الله عنه عن قومي لخص له الحال البائسة التي كانوا عليها ثم قال فبعث الله لنا نبيا نعرف نسبه وصدقه نعرف نسبه وصدقه ونعرف ا business eagle في أمرنا نعرف ونعرف عن الكذب وعن قطع الأرحام وعن قذف المحصنات وعن إتاء الفواحش تقول عبد المسلمة وضي الله عنها فعدد أمورا من شرائع الإسلام يذكر جانب العقيدة عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو العنوان الأول وهذا هو مفتاح الدخول في دين الإسلام فإذا عرضنا دعوة الإسلام على أي أحد فينبغي أن يكون هذا هو المحرر الذي يدور حوله الكلام ثم إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى لا سلم أمهات العبادات الصلاة والزكاة الصلاة صلة بين العبد وبين ربه والزكاة إحسان إلى الخلق ودين الله عز وجل قائل على هذين الأمرين إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق ثم عدد شيئا من شرائع الإسلام وهذا قبل أن تكتمل هذه الشرائع فإن شرائع الإسلام لم تكتمل إلا بعد الهجرة إلى المدينة واكتملت تماما في عام حجة الوداع الذي أنزل الله عز وجل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي وربيت لكم الإسلام ديني فهكذا ذكر معالم دعوة الإسلام هذا الذي ينبغي أن يدركه كل مسلم وأن يدركه كل من يريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بصفة خاصة ثم قال له النجاشي فهل معك مما أنزل الله على نبيكم من شيء قال نعم فقرأ عليه من أوائل سورة مريم فبكى وبكى بفارقة وقال النجاشي والله إن هذا الكلام والكلام الذي أنزل على موسى ليخذ من مشكات واحدة اذهبوا فأنتم أمناء في أرض فشل وفد قريش في انتزاع المهاجرين ولكنهم لم ييأسوا بعد فقال عمر رضي الله عنه لصاحبه والله لأدخلن عليه غدا فلأذكرن عيدهم لدينه كما ما ذكره أول مرة أنهم خرجوا على دين آبائهم ولم يكن هذا كافيا في التحريط فإذا طالما أن هذا لم يكفي قال فلأذكرن له عيدهم لدينه ولأبيدن بذلك خضرائهم وكان هذا ما يريد ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر أراد لهم السلام وأراد لهم الهداية فكان ما أراد الله مع أن الأمور تسير وفق ما يخطط هو فدخل عليه وقال يا أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فطلبه فتشاوروا وقالوا ماذا نقول فأعاد جعفا رضي الله عنه عليهم والله ما نقول إلا ما علمنا عن نبينا وليكن ما يكون فسأله عن قولهم في عيسى عليه السلام فقال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم فأخذ النجاشي عودا من على الأرض وقال والله ما زاد عيسى على ما قلت مثل هذه فتناخرت البطارقة فقال وإن تناخرته فكانت تلك العقيدة يستقر عند النجاشي ولكنه لم يكن يعلم أحدا يقول بها فلما دخل عليه عمر وحربه على المسلمين بذلك علم أن هذا هو نبي آخر الزمان الذي يأتي يصوب لأهل الكتاب ما حرفوه وما بدلوه فآمن وكتم إمامه حتى إذ مات نزل الوحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات بعدها بسنوات في عام خيبر بأن النجاشي الرجل المؤمن الصالح قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل عليه صلاة الغائب فلما وقع في قلبه الإيمان أمل المسلمين في أرضه حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم بعد رزوة الأحزاب فعادوا إليه سالمين بفضل الله تبارك وتعالى هذا الجزء من تاريخ هذا الجيل يدل على أننا يجب أن نعرف دعوة الإسلام أن نوخن بها وأن نعرف معالمها وأن نحسن عرضها وأن نثبت عليها وأن لا نساوم على شيء منها ولو كان في ذلك حماية للدعوة وحماية لأبنائها من بطش غيرهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأقول قولي هذا أستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد لقد كانت قصة الهجرة إلى الحبشة درس عظيم في الثبات على دين الله درس عظيم في الثبات على الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى درس عظيم في التوكل على الله عز وجل في نصرة الدين بصفة عامة وفي حماية أتباعه والرحمة بهم بصفة خاصة بيد أن كان فيه أيضا باعث عظيم على الأمل وكيف يقدر الله عز وجل المقابير بما لا يدري أحد من البشر أرسل عمر رضي الله عنه وأنا ذاك كافرا رسولا إلى النجاشي لأنه صديقة وقد أتى بلاد الحبشة وبلاد نصر في جهليته عدة مرات وجاء وكله عز أن ينتزع هؤلاء المهاجرين ويعود بهم ناجحا في مهمة فأمثال عمر وفي الله عنه لا يعرفون الفشل هذه صفات كانت فيه في الجاهلية ثم من الله عز وجل عليه وعلى الإسلام أن وظف مثل هذا القائد الفذل أن يكون من قوال الإسلام وبذل في هذا ما يستطيع فكان مما لم يدري أحد من أطراف القضية أن وقع الإيمان في قلب النجاشي وفكانت النتيجة السريعة الملحوظة أنه أمن هؤلاء المهاجرين ولكن ثم نتيجة أخرى بقيت آثارها قرونا أنه وقع الإيمان في قلب ثم بعد ذلك جاءت غزوة الأحزاب ونصر الله عز وجل فيها نصوله صلى الله عليه وسلم على خلاف الأسباب المادية أخذ المسلمون فيها ما يستطيعون من أسباب ولكنها لم تكن كافية لصد جحافل الأحزاب عن المدينة فأرسل الله عز وجل جنودا من عندي وكانت هذه بالبداية لكي يقف عمر رضي الله عنه مع نفسه وقفه ويتأمل هذا النصر الذي جاء بسبب كوني ما من الذي حرك تلك الريح التي هزم الله بها تلك الجيوش ولكن نفسه لم تطاوعه أن ينظف طريق التفكير إلى آخره فذهب إلى صديق النجاشي في بلاد الحبش يأخذ ربنه من المواجهة حتى لا يكون لا مع قريش ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه باقيا على دينه حتى ينظر ويتأمل أكثر فإذا بالنجاشي يوسيه بأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد عليه بما عنده من علم من الكتاب الأول أن هذا هو رسول آخر الزمان وأنه أن السعادة في أن يؤمن به فعادة من الحبش إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسا ليسلم بين يدي وصول الله صلى الله عليه وسلم وكانت زيارة عمر رضي الله عنه المتكررة خارج الجزيرة العربية إلى الحبشة وإلى مصر سبب رئيسي في أن يدرك أن تلك البقعة من الأرض في هذا الموطع الجغرافي المتميز في وسط العالم القديم لن يمتلكها يمتلك السيطرة على المنطقة بأسرها ولذا ظل حلم فتح مصر يراود عمر رضي الله عنه وصدق الله عز وجل في تلك المية فصدقه الله فكان فتح مصر على يديه لور الله عز وجل مصر بالإسلام وجاء في بضعة آلاف من الجنود لم يستقر منهم في مصر إلا نفر قليل ورحل معظمهم ليفتحوا بقية إفريقيا ولكن أهل مصر دخلوا في دين الله أفواج فصارت تلك البلاد ومنذ ذلك الحين بفضل الله تبارك وتعالى في موقع القلب من بلاد الإسلام منها انتشرت دعوة الإسلام وجيوشه حتى فتحت شمال إفريقيا وحتى وصلت إلى الأندلس في أوروبا وعن طريق التجارات التي كانت انتشر الإسلام في وسط إفريقيا ولو أن المسلمين ظلوا على ما كان عليه سلف ومصالح ولو أن المسلمين لسيما من أهل مصر كانوا كعمر رضي الله عنه في حرقتني على دين الله وحرصني على اختيار المواقع الاستراتيجية حتى ينظرها بدين الله لما باقي في إفريقيا اليوم من بلد لا تدين بالإسلام لا سيما وقد دخلها الإسلام وأوروبا آنذاك ليست لديها القدرة على الوصول إلى إفريقيا ولا على إرسال الحملات التبشيرية ولا على شراء الذنم بالأموال وغيرها ولا غير هذا مما تمارسه جماعات التبشير والتنصير وإنما وصل الإسلام إلى هذه البلاد عن طريق التجار وقد كانوا إلى وقت قريب يدين معظمهم معظم هذه البلاد يدين معظم أهلها بالإسلام وإن كان الاحتلال الأوروبي قد نصب في كثير منها عنظمة حكم غير إسلامي فمن هذه الواقعة اليسيرة قبر الله تبارك وتعالى إسلام قارات بأسرها فالأمر لله عز وجل الأرض أرضه والعباد عباده والدين دينه فينبغي أن نتوكل على الله تبارك وتعالى وهذا هو أهم سبب علينا أن نتعلم دين الله عز وجل أن نتمفك بدين الله سبحانه وتعالى أن نفق بنصر الله عز وجل أن نصر على دين الله تبارك وتعالى هذا هو المفتاح الذي يعز الله عز وجل به أهل دينه بالإسلام ويعز الإسلام بهم ويمشر دينه في ربوع الأرض نسأل الله تبارك تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين أدمر اليابر والصالدين أعداء كأعداء الدين اللهم اقتلهم بلدة وأحصهم عددة ولا تغاضي منهم أحدا اللهم اغفر من المؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحيينا ومييفنا وذكرنا ومنثانا وحاضرنا وغائمنا اللهم من أحييتهم منا فأحيي على الإسلام ومن أمتهم منا فأميته على الإنان لهم اغفر من المؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اسمه